مساء الخير ردود فعل حول الخشية على الانتخابات النيابية أثارها تصريح قبل أن يصوب رئيس الجمهورية ويعلن تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الخامس عشر من أيار المقبل وعلى هدي الانتخابات تحط مسألة توفير الاعتمادات المالية اللازمة على طاولة مجلس الوزراء بعد غد ثلاثاء لدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد ولاتخاذ التدابير المناسبة وبالنسبة للتيار الكهربائي لمراكز الاقتراع فإن الوزارة تجري اتصالات لتأمينه بحسب ما أعلن الوزير بسام مولوي أما الانتقادات التي رصدت على خط مواجهة احتمالات إجهاض الاستحقاق الانتخابية فورد أبرزها في عظة البطريارك الماروني عندما تحدث عن فذلكات تكثر تمهيدا لإرجاء الانتخابات ما أثار أصدقاء لبنان وإذا كان تبويل الانتخابات مطروحا في جلسة ثلاثاء فإن منازلة متوقعة فيها على جمر ملف الكهرباء الذي فصلت الحكومة سلفته عن الموازنة بطريقة مواربة لم يستبرئها كثيرون أما طريقة مقاربة مجلس الوزراء للموازنة ومعها التعينات فكانت أكثر مواربة وقد قيل فيها ما يجب أن يقال ولكن أي مصير ستسلك الموازنة بعدما حصل الإجابة في عهدة الأيام القليلة المقبلة أما الساعات القليلة المقبلة فتحمل الذكرى السنوية السابعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وعشية الذكرى حتى نجله سعد في بيروت حيث تردد أنه سيترأس في وقت لاحق اليوم اجتماعا لقتلة المستقبل ومن الطبيعي أن يزور ضريح الشهيد كما فعل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان مع وفد كبير من المشايخ المفتي رأى أن إكرام الشهيد يكون بمواصلة العمل العام في ضوء النهج الوفاقي البناء الذي اعتمده طوال مسيرته في الحكم وخارجه